البداية بشأن دولي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أن أجهزته العسكري اعترض الطائرتين بلا طيار فوق أسدود قادمة من غزة مؤكداً امتلاك المقاومة الفلسطينية لهذا السلاح الاستراتيجي فيما ذكرت صحيفة هارتس أن الطائرتين كانت محملتين بالمتفجرات واستشهد اليوم فلسطينيين مع تواصل الغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة لليوم السابع على التوالي وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ارتفعت إلى 173 شهيد بينهم 36 طفل و25 امرأة و10 مسنين ونحو 1200 جريح هذا وشنت قوة الاحتلال الصهيونية فجر اليوم حملة دهم واعتقالات واسعة في محافظات واسعة من الضفة الغربية طالت سبع نواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين وأكاديميين وكذلك نشطاء وغيرهم وشهدت محافظة الخليل الشد هذه الحملات حيث تم اعتقال العديد من المواطنين بعد مداهمة لمنازلهم وتنفيذ عملية تفجير للأبواب والاعتداء على قاطنها بالضرب اتخذت المقاومة الفلسطينية ممثلة في كتائب القسام ونعراجا أخر موازاة مع حربها بصواريخ تمثل في المقاومة الإعلامية لما لها من تأثير فعال على نفسية الكيان الصهيوني المزيد في تقرير سولاد دعماش هي مقاومة اعلامية لكتائب القسام وزاتا ومقاومتها بالصلاح والصواريخ للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة حرب اعلامية استطاعت كتائب المقاومة أن تؤثر بها على اليهود وتمارس بها ضغطا نفسيا على جنود الاحتلال المقاومة في فلسطين أخذت أوجها عديدة من غناء وأنشيد وحتى المقاومة الإلكترونية من خلال رسائن نشرتها المقاومة عبر موقعها الإلكتروني تهدد الاحتلال الإسرائيلي وتائده بالمقاومة وعدم الاستسلام إن كتائب القسام لم تستخدم حتى اللحظة إلا القليل القليل مما أعدته لكم ولا زلنا نتعامل مع المعركة على أنها معركة محدودة وسنفاجئكم في كل يوم بالمزيد ففي بيان لكتائب القسام توعدت بأنها ستوجه ضربة صاروخية من نوع جي ثمانون لمنطقة تل أبيب وضواحيها الجنوبية بعد الساعة التاسعة مساء وقد تضمن البيان تحديا للمحتل والقبة الحديدية فيما إذا كانت تستطيع التصدي لصواريخ المقاومة وهو ما حدث فعلا وستطعت الصواريخ أن تصل لتل أبيب وتدخل هذه الأسليب الحربية سواء الإعلامية منها أو الإلكترونية في الحرب النفسية التي تلعب دورا كبيرا في التأثير على العدو وهو ما يتقنه عناصر المقاومة الفلسطينية شكرا